مكونات علم أصول الفقه الأساسية بحسب السقيفتين اللعينتين أنني أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوس بحسب السقيفتين اللعينتين فإن علم أصول الفقه يتكون من مكونات أساسية يمكنني أن أجملها لكم أولاً القرآن ما يأخذونه من القرآن ثانياً علم الرجال حيث يستعملون علم الرجال في تقييم النصوص التي تحتاج إلى تقييم الرجالي بحسب وجهة نظرهم إنها الأحاديث التي يحتاجونها تارة في الاستدلال على قاعدة من قواعد أصول الفقه وتارة يأتون بها حكماً تفريعياً تشقيقياً إلى غير ذلك ثالثاً الفاعل العقلي لا أستطيع أن أقول من أن العقل مصدر مستقل كامل من مصادر علم أصول الفقه لأن الأمر يختلط فيما بين ما يقال له علم وفيما بين ما يقال له ظن هناك ظن من دون حجية وهناك ظن له حجية هكذا هم يقولون إلى سائر ما ينتجه الفاعل العقلي النشاط العقلي الفكري الذي يمارسه علماء أصول الفقه رابعاً اللغة أتحدث هنا عن اللغة العربية فهناك مساحة واسعة لمباحث الألفاظ في علم أصول الفقه والمرد في ذلك إلى اللغة بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات الكثيرة هذه المكونات الأساسية لجوهر علم أصول الفقه إن كان هناك لهذا العلم من جوهر قطعاً الفلسفة داخلة علم الكلام داخل قائمة طويلة من الأمور التي تشكل جزءاً من دواخل علم أصول الفقه لكن التكوين الأساسية يعتمد على هذه العناوين القرآن ما يأخذونه من القرآن علم الرجال ما يوظفونه من قواعد علم الرجال في بحثهم الأصول الفاعل العقلي النتاج العقلي والذي له مساحة واضحة فيما يسمى بعلم أصول الفقه ورابعاً اللغة سنذهب إلى محكمة القرآن كي نحاكم هذه العناوين ما يأخذونه من القرآن من النصوص أو مما يقسمونه في علم أصول الفقه ما بين نصوص الكتاب وظواهر الكتاب ولا أريد أن أدخل في شرح هذه المصطلحات وإنما أقول بالإجمال ما يأخذه علماء الأصول إن كانوا من سقيفة بني ساعدة أو كانوا من سقيفة بني طوسي إنهم يأخذون من القرآن ما يجدونه نافعاً لهم في بحثهم الأصول وحينما يفسرون تلك الآيات إنهم يفسرونها بحسب عقولهم بحسب آرائهم يستعينون باللغة وفقاً للضوابط التي يضعونها لتلك اللغة اللغة ليست حاكماً على القرآن اللغة تكون حاكماً على القرآن إذا جاءت في سياق نظام تفسير القرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وإلا أن تكون اللغة حاكماً مطلقاً على القرآن هذا سيأخذنا إلى الضلال بتمام معنى هذه الكلمة أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في حلقة واحدة إنني أريد أن أجمل الكلام حتى نصل إلى النتيجة الواضحة لما تحكم به محكمة القرآن أريد أن أعرض بين أيديكم ماذا يقول القرآن عن نفسه وبعد ذلك أسأل هل أن علماء أصول الفقه تعاملوا مع القرآن مثل ما يقول القرآن عن نفسه أم أنهم أنشأوا شيئاً آخر أنشأوا منظومة أخرى في الحقيقة إنهم أنشأوا منظومة أخرى للتعامل مع القرآن سنقرأ الآيات بعيداً عن الروايات والأحاديث الآيات بما هي هي لن أدخل في تفاصيلها وإنما سأكتفي بالمضمون الإجمالي الذي يظهر من الآيات تستطيعون أن تتلمسوه بسهولة ومن القراءة الأولى لتلك الآيات أبدأ من هنا من الآية الأولى بعد البسملة من سورة هوت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا هو القرآن القرآن يتحدث عن نفسه من أن كل آياته قد أحكمت كتاب بكل آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قطعا هذا مستوى من مستويات القرآن وهذا يعني أن القرآن على عدة مستويات فهل تعامل علم أصول الفقه مع القرآن وفقا لهذه الرؤية القرآنية نفسها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إذا ذهبنا إلى سورة الحجر وإلى الآية السابعة والثمانين بعد البسملة والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله كما هو شأن القرآن الخطاب لفظا لرسول الله ومعنا ومضمونا للأمة وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ هذه الآية تأتي في نفس سياق الآية المتقدمة الذكر فالآية هنا تتحدث عن سبع من المثاني وعن قرآن عظيم ولقد آتيناك إنها نعمة عظيمة منة عظيمة من الله على عباده ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في أعظمي وأجملي وأدقي وأحكمي ما يمكن أن يكون ما تحدثت عن ذلك به الآية الأولى بعد البسملة من سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بيان عن نفس المضمون الذي جاء في الآية المتقدمة الذكر في سورة الحجر وفي الآية السابعة والثمانين بعد البسملة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم منطق الإحكام والتفصيل لكن إذا ذهبنا إلى سورة الزمر وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة دققوا معي النظر في الآية الله نزل أحسن الحديث إنه القرآن فأحسن الحديث القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كل الكتاب متشابه هذا أفق آخر الأفق الذي تحدثت عنه سورة هود وسورة الحجر كتاب أحكمت آياته هنا الكتاب كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني المثاني التي مر الحديث عنها في سورة الحجر ومن أنها محكمة مفصلة مفصلة هنا هي متشابهة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هات لا أريد أن أدخل في تفاصيل الآية الكريمة لكن الآية بنحو واضح تحدثت عن أن الكتاب بكله كتاب متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إنه من أوله إلى آخره متشابه بينما في سورة يهود كتاب أحكمت آياته الإحكام في كل آياته من أوله إلى آخره وفوق الإحكام تفصيل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وإذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة من سورة آل عمران فإننا سنجد أفقا ثالثا تحدثنا الآية السابعة بعد البسملة عنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا أفق ثالث هناك أفق تكون الآيات في مقام الإحكام والتفصيل وهناك أفق تكون الآيات متشابهة وهناك أفق تكون بعض الآيات في مستوى الإحكام وبعض الآيات في مستوى التشابه والآيات المحكمة هي التي تشكل حقيقة أم الكتاب مركز الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نذهب إلى سورة الرحمن صار واضحا لدينا من أن الكتاب يكون في عدة آفاق هناك الأفق المحكم المفصل هناك الأفق المتشابه وهناك الأفق الذي تكون الآيات محكمة وتكون إلى جنبها آيات متشابهة نذهب إلى سورة الرحمن وماذا نقرأ في سورة الرحمن بعد البسملة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي بيان هذا أعلى مستوى من مستويات البيان إنه بيان القرآن فبيان القرآن يأتي من الجهة التي أنزلت القرآن القرآن يحدثنا عن نفسه علينا أن نفقها حديث القرآن عن نفسه وبعد ذلك نتعامل مع القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فمثل ما علم القرآن علم البيان قطعا الحديث عن الإنسان هنا في أعلى درجاته وأعلى درجات الإنسان محمد محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده آله الأطهار محمد وآل محمد الرحمن علم القرآن لم يعلمه لي من أنا علم القرآن لمن هو في هذه المنزلة الله هو المعلم وهو التلميذ ومادة التعليم القرآن هل هذا ينطبق علي هل ينطبق على علماء أصول الفقه إنه لا ينطبق إلا على محمد وآل محمد ولذا في أحاديثنا فإن الإنسان هنا علي أمير المؤمنين لا شأن لنا بأحاديثنا نحن في محكمة القرآن بعيدا عن الروايات الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالقرآن منه من الرحمن والبيان منه لمن يوجه القرآن والبيان لهذا الإنسان للإنسان الذي هو في أعلى درجات الإنسانية إنه محمد إنه علي محمد وعلي وآلهما الأطهار صلوات الله عليهم جميعا وإلى سورة القيامة إلى سورة القيامة وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآن القرآن القرآن الذي هو قرآن الله جمعه أمير المؤمنين إن علينا جمعه وقرآن وهذا وهذا هو القرآن الذي مع إمام زمان هنا إن علينا جمعه وقرآن بغض النظر عن هذا الكلام أعود إلى الآيات هذه قوانين القرآن التي يحدثنا فيها القرآن عن نفسه إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه بالقراءة الصحيحة التي هي قراءتنا قراءة الله فإذا قرأناه فاتبع قرآن لا تتبع قراءة الكسائي اللواط لا علاقة لك بالكسائي وأمثاله من اللواطين فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مثل ما تقدم في سورة الرحمن من أن القرآن من الله ومن أن البيان من الله عملية الجمع والقراءة والبيان من الله عبر محمد وآل محمد في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن ولكن في سورة القيامة جاء الضمير الضمير الجمع نا يعود على محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه هذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن بحسب منهج علي أمير المؤمنين هذا الضمير يعود على محمد وآل محمد هذا الكلام نضعه جانبا إنما ذكرته للفائدة العلمية إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القرآن من الله البيان من الله الجمع على الله القراءة من الله كل شيء من الله نحن لا صلة لنا بالله الواسطة فيما بيننا وبين الله محمد صلى الله عليه وآله فمرد كل ذلك إلى محمد فعلينا أن نأخذ التفسير من محمد فهل أخذ علماء أصول الفقه تفسير القرآن من محمد متى أخذوا ذلك وأين هو تفسير محمد لقرآنه نستمر مع القرآن وهو يحدثنا عن نفسه ولكن نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذه الحقيقة هل يستطيع علماء أصول الفقه من السقيفتين أن يدركوها إذا لم يدركوا هذه الحقيقة أنا لهم أن يفقه القرآن حينئذ سيتحدثون بشيء لا علاقة له بالقرآن الذي يفقه القرآن هو الذي يحيط بهذه الحقيقة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من هذا الذي يستطيع أن يجد في القرآن تبيانا لكل شيء إنه محمد صلى الله عليه وآله فقط وهذا الذي يجد تبيان كل شيء في الكتاب الكريم قطعا آل محمد هم 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 محمد أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي أوسطهم علي آخرهم علي كلهم علي لكنني أركز الحديث على محمد صلى الله عليه وآله لأنني أحاكم علم أصول الفقه الذي هو سني فهم لا يعترفون بآل محمد لذا أركز حديثي على محمد صلى الله عليه وآله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الذي يبينه ويدرك هذه الحقيقة في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لأي شيء لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هذا هو الذي نستطيع أن نعمله مع القرآن وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لن نستطيع أن نفسر القرآن القرآن تفسيره عند محمد صلى الله عليه وآله القرآن هو الذي يتحدث عن نفسه بنفسه فهل علماء أصول الفقه أعلم من القرآن بنفس القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ رُبَّمَا هناك توقع وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يعني أنك يا رسول الله تبين الحقائق من الكتاب من الذكر ولكن الناس لا تفقه ذلك ربما ربما هناك من يفقه منهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لم يُنَزَّل الذِّكْرُ إِلَيَّ وَإِلَيْكُمْ كَيْنَقُولَ فِيهِ ما نُرِيدُ أَنْنَقُولُ وَإِنَّمَا كَيْنَ إِسْتَمِعَ إِلَى الَّذِي يَمْتَلِكُ بَيَانَهُ كَيْنَ تَفَكَّرَ فِي بَيَانِهِ وهذا هو مضمون بيعة الغدير هذا هو النظام الحقيقي هذا هو الدين الحقيقي لكن أبناء السنة ضحك عليهم الصحابة وأبناء الشيعة ضحك عليهم مراجعهم مراجعهم العظام الثولان الأغبياء وفي السورة نفسها في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَالْبَيَانُ مِنْ جِهَةٍ مُشَخَّصَةٍ ولذا فإن القرآن محفوظ عند هذه الجهة وليس عند الأمة الأمة حرفت القرآن حرفت القرآن لفظاً ومعنى القرآن محفوظ موجود مثل ما وعد الله بحفظ قرآنه لكنه محفوظ عند من؟ عند الذي علمه الله القرآن وعلمه البيان وعند الذي جمع القرآن وعند الذي قرأ القرآن قراءة صحيحة كما يريد الله وعند الذي فسر القرآن وعند الذي أمرنا الله أن نبايعه على أن نأخذ القرآن منه فقط من علي وإن لم تفعل في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل يا رسول الله فما بلغت رسالته هذه مواثيق الله ومواثيق محمد صلى الله عليه وآله بغض النظر عن بيعة الغدير لكنها تفرض نفسها حقيقة بيعة الغدير حقيقة تفرض نفسها على واقع القرآن وعلى واقع الدين لأننا لن نستطيع أن نتصور هذه المعاني بصورة كاملة حقيقية إلا أن نعود إلى مواثيق بيعة الغدير وما أنزلنا عليك الكتابة الكتاب محفوظ عند هذه الجهة وليس عند الأمة وليس عمر بن الخطاب هو الذي جمع القرآن وليس عثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن هم جمعوا ولكن هذا ما هو الذي يتحدث عنه القرآن وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هذا التفصيل جاء مذكوراً في سورة البقرة في دعاء إبراهيم حينما كان مع ولده إسماعيل يرفعان قواعد البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإبراهيم يدعو للأمة التي ستكون في محيط هذا البيت للأمة التي سيكون هذا البيت رمزاً لها ربنا وَابْعَثْ فيهم رسولاً منهم إنها الآية التاسعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ربنا وَابْعَثْ فيهم رسولاً منهم ماذا يفعل هذا الرسول يتلو عليهم آياتك التلاوة منه وليست من غيره ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذه الجهة التي يُأخذ منها القرآن ويُأخذ منها علم القرآن القرآن صريح يُحدِّد لنا طبيعة ما هو فيه من المضامين والحقائق والأسرار وفي الوقت نفسه يُشخِّص لنا البوابة التي نقصدها كي نعرف حقائق القرآن ربنا وَابْعَثْ فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويُزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا المضمون يتأكد في السورة نفسها في الآية الحادية والخمسين بعد المئة بعد البسملة كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم ماذا يفعل هذا الرسول الذي هو منا كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويُزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كل شيء مرده إلى رسول الله يتلو عليكم آياتنا ويُزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لم يرجعنا القرآن إلى جهة ثانية هناك جهة واحدة هي التي شخصها لنا القرآن والكلام هنا في مرحلة التنزيل في مرحلة التأويل فإن الكلام سيكون عن مجموعة وليس عن محمد صلى الله عليه وآله فقط ستأتينا الآيات نحن نتحدث الآن في مرحلة التنزيل في سورة آل عمران في الآية الرابعة والستين بعد البسملة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين المضمون هو هو هذا التكرار لأجل أن تلتفت الأمة إلى هذه الحقيقة ونذهب إلى سورة الجمعة والتي لا بد أن تقرأ في صلاة الجمعة في كل جمعة في كل أسبوع كي تذكر الأمة بالحقيقة نفسها إنها الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تلاحظون أن منطق القرآن منطق واحد إنه يتحدث عن نفسه القرآن يتحدث عن نفسه بسليقة واحدة بأسلوب واحد القرآن آفاق أسرار وحقائق لا نستطيع أن نصل إليها هناك جهة مرتبطة بالله ارتباطا مباشرا هذه الجهة هي التي نأخذ حقائق القرآن منها أين هذا المنطق من علم أصول الفقه من هذا الذي يقال له علم إنه علم شيطاني بامتياز نذهب إلى فاصل في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وقد قرأت جانبا منها قبل قليل إنها الآية التي أخبرتنا من أن القرآن في أفق من آفاقه يجتمل على آيات محكمة وآيات متشابهة الآية نفسها بحسب قراءة العترة الطاهرة لا بحسب قراءة مخالفي العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بحسب قراءة مخالفي العترة الطاهرة فإن الواوة ليست عاطفة وإنما هي واو استئنافية لأنهم يقرؤون بهذه الطريقة وما يعلم تأويله إلا الله وهنا توقف والراسخون في العلم إلى آخر ما جاء في الآية الواو تكون استئنافية ولكن بحسب قراءة العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا توقف التوقف هنا سأعود إلى هذه الآية في قادم الحلقات كي أقرأها لكم بقراءة العترة وكي أعربها لكم بإعراب العترة وكي أفسرها لكم بتفسير العترة فبحسب مخالفية العترة الطاهرة فإن التوقف يكون هنا وما يعلم تأويله إلا الله أما بحسب قراءة العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا نتوقف يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا قول الذين لا يعلمون تأويله وسيأتينا في الحلقات القادمة هناك تقدير وسأقارن لكم بين إعراب المخالفين وإعراب العترة الطاهرة وستجدون بأنفسكم أن الإعراب الدقيقة هو إعراب العترة الطاهرة فهناك تقدير في المقام لا بد أن يكون وإلا ستصبح الآية مختلة مثل ما يقولون في تفاسيرهم أتحدث عن مفسري سقيفة بني ساعد بحسب العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قف يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا قول الذين لا يعلمون تأويله لأن الآية حدثتنا عن مجموعة عالمة بالتأويل وهناك مجموعة ليست عالمة بالتأويل لكنها لم تدخل في هذا الوصف فأما الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الذين ليس في قلوبهم زيغ أين هم لا بد من تقدير الكلام حينئذ فهناك ثلاث مجموعات الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذه مجموعة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لا يمكن أن تكون الأمة كلها راسخة في العلم إذن أين المجموعة الثالثة التي ليس في قلوبها زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ هذه مجموعة الراسخون في العلم كما قلت لكم لا يمكن أن تكون الأمة كلها راسخة في العلم هذه مجموعة إذن المجموعة الثالثة أي من الأمة والتي ليست في قلوبها زيغ هي هذه يقولون آمنا به كل من عند ربنا أنا لست بصدد التوغل في هذه التفاصيل سيأتينا في قادم الحلقات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سأقنعكم بقواعد العربية والبلاغة وستجدون سخف ما يذهب إليه أتباع سقيفة بن ساعد وأعتقد هذه المقدمة تشير إلى حقيقة جلية واضحة بخصوص هذه الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم هم الذين جاء ذكرهم في سورة العنكبوت في سورة العنكبوت إنها الآية الحادية والأربعون بعد البسملة دقق النظر معي هذه آية مرموزة القرآن فيه رموز آية مرموزة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون هذا المثال ما هو بمثال سطحي هذا مثال مرموز مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الحديث ليس عن ضعف بيت العنكبوت وعن ضعف نسيجه ولا عن الذي يجري في داخل بيت العنكبوت من علاقة بين أفراد أسرة العنكبوت أمور هذه بينت في محالها وهذه المضامين أنا لا أنكرها القرآن آفاقه كثيرة القرآن له مطالع ومجاري لكن المعنى المرموز في هذا المثال في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة إشارة واضحة إلى دقة هذا الرمز فماذا تقول الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة وتلك الأمثال وتلك الأمثال بيت العنكبوت مثل من هذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إلا العالمون أولئك هم الراسخون في العلم حقائق القرآن حتى في هذه الأمثلة التي تبدو أنها سهلة في فهمها هذه أمثلة مرموزة لها دلالات عميقة الآية صريحة في بيان هذا الأمر وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون العالمون هم الراسخون في العلم وهم بعض الأمة نضربها للناس لجميع الناس العالمون بعضهم الراسخون في العلم بعض الأمة الآيات واضحة واضحة جدا إذا ما ذهبنا إلى الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لا كما يقول المخالفون ومن تبعهم من شيعة الطوس من أن الذي عنده علم الكتاب قوم من اليهود أو من النصارى الذي عنده علم الكتاب هنا علي من هم هؤلاء اليهود والنصارى الذين تكون شهادتهم مساوية لشهادة الله أي منطق هذا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا هو الشاهد الذي يشهد لي فإذا أردتم أن تختبروا علمه فاختبروه إنه علي صلوات الله وسلامه عليه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ما جاء في سورة النمل في قصة سليمان وآصف قال يا أيها الملأ من هو القائل سليمان في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة النمل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بعرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لم يعجب هذا سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذا هو الذي أراده سليمان بغض النظر عن القصة قال الذي عنده علم من الكتاب هذا الذي عنده بعض شيء من علم الكتاب كان هذا حاله بحسب قصة سليمان وآصف في سورة النمل فما بالكم بالذي عنده علم الكتاب كله هل يعقل هذا في قوم من اليهود أو في قوم من النصارى لا ينطبق هذا إلا على من عبر القرآن عنه في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين بعد البسملة إنها آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لأن علي نفسه ولهذا آخاه ولأن أبا بكر وعمر من الطينة نفسها فآخى بينهما النبي آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين أصحابه لكنه آخى فيما بينه وبين علي لأن علي نفسه وبصريح القرآن فهذا هو الذي عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو شخص غير محمد صلى الله عليه وآله القرآن يخبرنا أن محمد يعلمنا القرآن وأن أشخاص غير محمد هم الذين يعلموننا القرآن ولذا بايعنا هذا الذي يحيط بعلم الكتاب بأمر من الله وبأمر من محمد في بيعة الخدير بايعناه هو هو بنفسه هو هذا هذا هو الذي بايعناه ولذا اشترط علينا رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من إلا من هذا إلا من هذا الذي عنده علم الكتاب شهادته مساوية لشهادة الله لأن علمه هو علم الله الله علمه الشهادة بين الشهود لا بد أن تكون في مستوى علمي واحد بخصوص الموضوع الذي يشهدون عليه ويقول الذين كفروا لست مرسلان حديث عن محمد وعن الغيب وعن صلة محمد بالله أعظم موضوع في هذا الوجود من هو الذي يشهد لمحمد الله من هو الشاهد الثاني قوم من اليهود وقوم من النصارى أي عقول عند هؤلاء إنه هو هو هذا الذي عبر القرآن عن بأنه نفس محمد صلى الله عليه وآله الذي عنده علم الكتاب نذهب إلى سورة الجن وإلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة وما بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي نسبت الغيب بشكل مباشر وبإضافة مباشرة إلى ضمير يعود على الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه كل ما غاب عن الذهن فهو غيب ما غاب عن أذهاننا من الماضي هو غيب ما غاب عن أذهاننا من الحاضر هو غيب ما غاب عن أذهاننا من المستقبل هو غيب كل ما لا نعرفه عن السماوات وأسرارها غيب لكن هذا لا علاقة له بغيب الله غيب الله شيء آخر لا يعرفه إلا هو وإلا محمد وآل محمد القرآن هو الذي يقول هذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول في بعض رواياتنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا أنا المرتضى من الرسول فالرسول هو المصطفى وعلي هو المرتضى وعلم محمد علم علي وعلم علي علم محمد صلى الله عليهما وآلهما هذه الحقيقة واضحة في مضامين آيات القرآن بحسب تفسيرهم تفسير العترة الطاهرة لا بحسب تفسير أولئك الأعراب من أتباع سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسير أولئك الدخيين أولئك البتريين المرجئيين من أتباع سقيفة بني طوسي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول إذا ذهبنا إلى سورة ياسين وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه نماذج من الأمور التي ضربتها لنا الآية أمثلة لكن الحقيقة الكاملة هنا في آخر الآية وكل شيء وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء هذا هو الإمام الذي عنده علم الكتاب وهذا هو الإمام الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا هو الإمام نفسه الذي اشترط علينا محمد المصطفى بأمر من الله أن نبايعه في الغدير وأن يكون علمنا من علمه وأن يكون ديننا من دينه وأن يكون فقهنا من فقهه وأن يكون تفسيرنا من تفسيره فقط وفقط وفقط لحقيقة هي هذه لأن كل شيء قد أحصي فيه في أحاديثنا الشريفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنا ذلك الإمام الذي أحصي فيه كل شيء أنا ذلك الإمام المبين هذا الإمام المبين هو الذي تحدثت عنه سورة الرحمن قبل قليل قلت لكم من أن الإنسان الذي جاء ذكره في سورة الرحمن هو أمير المؤمنين الرحمن علم القرآن هو الذي علم القرآن وماذا فعله خلق الإنسان وماذا فعله علمه البيان فهذا الإنسان هو الإنسان المبين هو الإمام المبين الذي اجتمل على علم الكتاب كله الرحمن علم القرآن وماذا فعله خلق الإنسان علمه البيان قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كما في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعت تلتقي هذه الحقائق في هذه الآية من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه حقائق القرآن نذهب إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ هذا واضح فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بحسب قراءة أهل البيت فردوه إلى الله والرسول وأُولي الأمر منكم الأئمة يقولون لنا إن لم تقرأ الآية بهذه القراءة فإنها ستكون متناقضة دقق النظر في الآية الآية في صدرها أمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأُولي الأمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ هذا يعني أنهم يتنازعون مع أولي الأمر أيضا لأن أولي الأمر هنا ذكروا في بقية الأمة فكيف في أول الآية هناك أمر بطاعتهم وفي آخر الآية هناك مساحة للتنازع معهم هذا تناقض تناقض واضح ولذا في قراءة أهل البيت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واضح الآية هنا جعلت الطاعة حتى بحسب قراءة المخالفين في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة أولي الأمر هي هي بنفس المنزلة وبنفس المستوى لطاعة الرسول وطاعة الله سبحانه وتعالى هذا يعني أن العلم واحد وإلا وإلا كيف نطيع من علمه ناقص كيف نطيع من هو جاهل العلم واحد الولاية 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 واحدة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هؤلاء لا بد أن يكونوا على إحاطة تامة بحقائق القرآن بحقائق العلم الإلهي وإلا كيف نطيعهم طاعة كطاعة الله وطاعة رسول الله وهم لا يمتلكون العلم نفسه هل يكون هذا الكلام منطقيا وهنا يعود كلام أئمتنا من أن الآية لا بد أن تقرأ بهذه القراءة الصحيحة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم وهذا المعنى تصدقه الآية الثالثة والثمانون بعد البسملة من سورة النساء نفسها تلك هي الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة عودوا إلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من السورة نفسها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وهذا هو الذي يسبب التنازع بينهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الآية واضحة فالذين حذفوا أولي الأمر هم الذين اتبعوا الشيطان الآية واضحة وصريحة جدا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فهل يكون أولي الأمر هنا سببا لدفع النزاع وهنا يكونون جزءا من النزاع أي كلام هذا أي كلام هذا في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة حقائق القرآن واضحة واضحة جدا أنا لا أريد أن أطيل الوقوف هنا لأن الوقت يجري وعند الكثير من الآيات لا بد أن أعرضها بين أيديكم كي نصل إلى حكم محكمة القرآن بخصوص علم أصول الفقه نذهب إلى فاصل في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها من الآيات من سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ليس الحديث عن مس الكتاب باليد سيكون المعنى سخيفاً وسخيفاً جداً إلا إذا قصد من هذا أفق من الآفاق الأفق الأول أما الأفق العميق فالمراد فالمراد من المس مس العقول ومس القلوب ومس الأرواح ومس الإنسان لحقائق القرآن بوجدانه وضميره وبصيرته إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين المطهرون هم الذين يستطيعون أن يتواصلوا مع هذا القرآن وفي هذا الأفق إنه لقرآن كريم في أفق كرامة القرآن هذا أفق يختلف عن الآفاق التي تقدم ذكرها كان الحديث عن أن القرآن أحكمت آياته وفصلت هذا أفق من الآفاق وكان الحديث عن أن القرآن حديث متشابه وهذا أفق آخر ومن أن القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات هذه آفاق في جهة من الجهات هناك آفاق أخرى للقرآن إنه لقرآن كريم في سورة الزخرف هذا أفق آخر للقرآن في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هذا أفق وإنه 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 وإن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هنا إنه لقرآن كريم وهنا لعلي حكيم هذه مقامات القرآن إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا المقام الأول المقام الصامت إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ هذا هو القرآن الصامت القرآن الناطق هو هذا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا مقام من مقاماته وهذا مقام آخر إنه لقرآن كريم في الكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ولكن هناك له تنزيل تنزيل من رب العالمين هذا التنزيل من رب العالمين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنا لا أريد الخوضة في كل تفاصيل الآيات الوقت يجري سريعا لكن الآيات هذه تشير إلى أن الذين يتواصلون مع حقائق القرآن مجموعة محمد وآل محمد ومن غيره ومن غيره هؤلاء المطهرون هم الذين ذكروا في سورة الأحزاب في آية التطهير في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة في الآية التي أولها وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ الخطاب لنساء النبي ثم ينقطع الخطاب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ داخلات داخلات في الآية لو كان الأمر هكذا لماذا قالت الآية وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لماذا ما قالت الآية وَقَرْنَ في بِيُوتِكُنَّ فَأَنْتُنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لما يعود الخطاب في الآية التي بعدها وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ أيضاً فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى من الذي يتلو؟ هناك جهة تتلو إنها جهة المطهرين هذه الجهة التي تتلو كتاب الله وتعلم كتاب الله إنهم أصحاب آية التطهير فالآية ما قالت لنساء النبي من أن نكن أنتن التي تقمن بتلاوة القرآن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى هذا فعل مبني للمجهول هناك جهة تتلو هذه الجهة التي تتلو هي الجهة المطهرة آيات سورة الواقعة التي تحدثت من أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء هم الذين يتلون يتلون كما يريد الله وبعد ذلك المسلمون منهم يتعلمون واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة لماذا يكون الحديث عن بيوت وليس عن بيت واحد بينما حينما توجه الخطاب إلى المجموعة المذكرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قبل هذا الخطاب مع نساء النبي يشتمل على ذكر البيوت وقرن في بيوتكن وبعد هذا في الآية التي بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن ما يتلى هذه الجهة التي تتلو الجهة المطهرة وإذا ذهبنا إلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاء يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي نسبت البيوت إلى النبي لماذا لم تقل الآية لا تدخلوا بيت النبي لماذا بيوت إنها بيوت نسائه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنها إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنها غير ناظرين غير منتظرين نصج هذا الطعام غير ناظرين إنها غير منتظرين نصج هذا الطعام هذه قضية اجتماعية ترتبط بصحابة وسوء تصرفهم وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وعاله ولطالما كان الصحابة يسيئون الأدب مع رسول الله أتحدث عن كبار الصحابة عن عظماء الصحابة إنهم أعراب لا يحرفون الأدب هذه هي الحقيقة من الآخر القرآن لطالما احتج عليهم وعلى سوء أدبهم ليس المقام للحديث عن سوء أدب الصحابة وعن سوء أخلاقهم مع رسول الله بحسب ما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لماذا لم تقل الآية لا تدخلوا بيت النبي بينما في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت هذا بيت معنوي لا علاقة له بالبيوت الجغرافية هذا بيت معنوي إمام زماننا لم يكن موجودا في ذلك الوقت بنحو فيزيائي اعتيادي لكنه هو قائم هذا البيت هو قائم أهل البيت هذا عنوان حقيقي معنوي لا علاقة له بالبيوت الجغرافية والفيزيائية لإنساء النبي وهذا البيت النبي جزء منه هذا مصطلح مصطلح عقائدي إنهم المطهرون الذين يدركون حقائق القرآن والقرآن صورة صامتة عنهم وهم الحقيقة الناطقة للقرآن القرآن الذي هو محفوظ عندهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في الجهة نفسها فلا يعقل من أن الله نزل الكتاب في جهتين وجعل حفظه في جهة أخرى عند الأمة لا يمكن هذا الأمة لا يثق بها لا بد من جهة معصومة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنها الجهة التي نزل عليها الذكر هي الجهة التي حفظ الله القرآن فيها موضوع واسع مفصل مفصل أعتقد بعد هذه البيانات صارت الصورة واضحة الصورة واضحة وواضحة جدا القرآن حدثنا عن نفسه وحدثنا عن آفاقه وحدثنا عن الجهة التي تعرف أسراره وأخبرنا من أنه محفوظ عند تلك الجهة فإذا أردنا أن نعرف حقائقه علينا أن نأخذ حقائقه من تلك الجهة فما قولكم بعلماء أصول الفقه من السقيفتين الذين نقضوا بيعة الغدير هل تعاملوا مع القرآن بهذا المنطق؟ هل علم أصول الفقه يتعامل مع القرآن بهذا المنطق؟ إنهم يتعاملون بشيء آخر القرآن الذي يتحدثون فيه في علم أصول الفقه هو غير هذا القرآن الذي يتحدث عن نفسه قارنوا بين حديثهم عن القرآن وبين حديث القرآن عن نفسه أنا ما جئتكم بالأحاديث والروايات لأنني أريد أن أحاكم أصول الفقه للسقيفتين فما جئت بالأحاديث والروايات وإنما جئتكم بالآيات فقط القرآن يحدثنا عن نفسه بنفسه ولو كان المقام مقام تطويل وإسهب لأسهبت لكم في ذكر الآيات التي يعرف القرآن نفسه بنفسه لنا ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هل ما يتحدث به علماء أصول الفقه وحتى علماء التفسير من السقيفتين ينسجم مع منطق القرآن عن نفسه أترك الأمر إليكم القضية واضحة هناك تنافر بدرجة مئة بالمئة نذهب إلى فاصل موقف علم الأصول من القرآن صار واضحا لديكم يتناقض بدرجة كاملة من موقف القرآن نفسه عن نفس القرآن قلت لكم المكونات الأساسية لعلم الأصول ما يأخذونه من القرآن هذا أولا ما يأخذونه من علم الرجال ما هو موقف القرآن من علم الرجال لقد حدثتكم عن هذا كثيرا لكنني سأمر على بعض الآيات التي ترتبط بهذا الموضوع وإذا أردتم التفصيل فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية نذهب إلى سورة هود وإلى قصة نوح النبي ما يرتبط بولده الذي لجأ إلى الجبل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين الآية الثانية والأربعون بعد البسملة من سورة هود وما بعدها من الآيات قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين إلى أن تقول الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة من سورة هود ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أنت وعدتني بنجاة أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ يا شيخ المرسلين مع هذا العمر الطويل وهو شيخ المرسلين لم يكن قد أصاب في التقييم الرجالي لابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا التقييم الرجالي جهل ما هو بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن تكون من المعتمدين على التقييم الرجالي فالتقييم الرجالي جهل وجهالة يا شيخ المرسلين لا تعتمد عليه تدبر في هذه الآيات لا أريد أن أقف عندها طويلا إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل المرتبطة بموقف القرآن من علم الرجال فعودوا إلى برامج السابقة قد بسطت القول في هذا الموضوع ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هذا التقييم الرجالي من قبل شيخ المرسلين من قبل نوح النبي بعد كل هذا العمر الطويل فماذا قال الله له قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم علمك هذا الذي تتصوره علم ما يرتبط بالتقييم الرجالي هذا ما هو بعلم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنت جاهل حينما تستعمل علم الرجال قواعد التقييم الرجالي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين عاقبة علم الرجالي هذه الخسران الآيات واضحة الآيات واضحة لا نحتاج فيها إلى كثير من الكلام وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الحادية بعد المئة من سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه الخطاب لرسول الله لفظا المضمون مضمون لي ولك القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار كما يقول أئمتنا صلوات الله عليه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إذا كان رسول الله بحسب ظاهر الخطاب لا يمتلك القواعد الصحيحة لتقييم الناس من حوله وهو خاتم الأنبياء قطعا النبي ليس كذلك الخطاب لرسول الله كي نتمسك نحن بهذا الخطاب كي لا نثق بتقييماتنا إذا كان الخطاب لفظا موجها إلى رسول الله ويقول له لا تعلمهم أنت لا تعرف هؤلاء المنافقين إذن أنا أعرفهم إذا كان محمد صلى الله عليه وآله لا يعرفهم أنا أعرفهم هل الأمة تعرفهم هذا يعني أن الموازين الرجالية لا قيمة لها وإذا ما ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماه هذه قضية غيبية يعني أن معرفة هؤلاء المنافقين بحسب القواعد الرجالية لا تتحقق ولكن لا بد من بعد غيبي في الأمر أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولتعرفنهم في لحن القول هذا تحقيق حسي في معرفة الأشخاص فمن أين يعرف الرجاليون حقائق رواة الحديث وهم ليس لهم من معرفة تحقيقية حسية كيف يعرفون حقائق الرجال الآيات واضحة كلها تشير إلى بطلان ما يسمى بعلم الرجال هذا عبارة عن زبالة عن قذارة جاء بها علماء السقيفة بني طوس من السقيفة بني ساعد ساعدة والكلام موجه للسقيفتين إذا كان الخطاب مع رسول الله هكذا فمن أين يعرف علماء الرجال من أتباع السقيفة بني ساعد حقائق الرجال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناك هم فلعرفتهم بسيماهم هذه قضية غيبية ولتعرفنهم في لحن القول هذا تحقيق حسي دقيق وكل هذا لا وجود له فيما يسمى بعلم الرجال علم الرجال إخبارات هي هراء في هراء هذه الحقيقة من الآخر أما الآية الأصل التي جاءت في سورة الحجرات وهي الآية السادسة بعد البسملة هذه الآية تنقض علم الأصول وتنقض علم الرجال بعبارة أخرى تنقض عملية الاجتهاد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية ما قالت لنا أرفض خبر الفاسق وهذا فاسق بعلم الله بتقدير وعلم من الله 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 هو الذي يقيمه بأنه فاسق ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تردوا خبر الفاسق لا ترفضوا خبر الفاسق وإنما تبينوا تبينوا حقيقة خبره بالبحث والتحقيق هذا يعني أن علم الرجال لا قيمة له عند الله لو كان لو كان لعلم الرجال من قيمة عند الله لقال لنا ابحثوا عن الراوي هل هو ثقة أم لم يكن الله قال لنا حتى لو كان فاسقا لا ترفضوا خبره وإنما تبينوا مضمون خبره وهذا يعني أن خبر الفاسق يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا وإلا لماذا أمرنا الله بأن نتبين لو كان خبر الفاسق مردودا مثل ما يقول علماء الأصول لما أمرنا القرآن بأن نتبين حقيقة خبر الفاسق وهنا سقط علم الرجال لا قيمة له إذن أي خبر نحن نتعامل معه ولكن إذا كان الخبر من جهة مشكوكة فعلينا أن نتبين صحة هذا الخبر قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته هذا يعني أن خبر الفاسق يكون علما يكون علما إذا كان صحيحا فسقط علم الحديث وعلم الدراية من أن خبر الواحد لا يمثل علما وإنما يكون ظنيا ومن أن الخبر الذي يكون علميا هو الخبر المتواتر هذا الهراء كله لا قيمة له لأن الآية هكذا تقول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته هذا متى إذا كان الخبر ليس صحيحا إذا كان الخبر صحيحا فإننا سنكون قد تحدثنا بعلم فخبر الفاسق يولد العلم وهو خبر علمي هذا الهراء الذي في علم الرجال وفي علم الدراية وفي علم الأصول كله لا معنى له هذا منطق القرآن أنا لا أتحدث برواية هنا هذه آية من القرآن إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سقط علم الرجال لأننا لا نعبأ بالأسانيد هنا الله هو الذي يقول لنا لا تعبأ بالأسانيد علماء أصول الفقه وعلماء الرجال المجتهدون يقولون لنا لابد من العلم بالأسانيد ويجعلون العلم بالرجال أساساً لإستنباط الأحكام الشرعية الإجتهاد عندهم يتكون من علم الرجال وعلم الأصول أساساً بينما الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا قيمة لعلم الرجال لا تعبأ بالأسانيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق بحسب الله وليس بحسب الرجاليين فلربما يقول الرجاليون عن شخص بأنه فاسق وليس كذلك هذا فاسق بحسب الله ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تردوا خبراً ربما يكون خبره صحيحاً عليكم أن تتبينوا قطعاً من أهم وسائل التبين القرآن القرآن من أهم وسائل التبين لكن علينا أن نفهم القرآن بحسب ما علمنا القرآن كيف نفهمه لا بحسب ما قال عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله وهو يتحدث عن فهم الأعراب للقرآن لا بحسب ما سطر مفسر سقيفة بني ساعد ولا بحسب ما سطر مفسر سقيفة بني طوس وإنما بحسب ما تحدث القرآن عن نفسه مثل ما مرت علينا الآيات قبل قليل وحقيقة ذلك تتجلى في بيعة الغدير حينما بايعنا أمير المؤمنين على أن نأخذ التفسير منه فقط وأن لا نأخذ التفسير من غيره وهذا هو الذي يريده الله ويريده رسول الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله هو الذي يريد هذا هو الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان فالبيان عند هذا الإنسان وهذا الإنسان هو الذي وصفه القرآن بأنه نفس محمد صلى الله عليه وآله في الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته خبر الفاسق إذن يؤدي إلى العلم أن تصيبوا قوما بجهالة إذا كان الخبر ليس صحيحا إذا كان صحيحا فهذا يعني أننا تكلمنا وتحدثنا بعلم فإن ستضعون هذه الظنون التي تتحدثون عنها في علم الرجال في علم الدراية في علم الحديث في القواعد الفقهية في قواعد التفسير أو في القذارة الأقدر في علم أصول الفقه هذه الآية تنقض علم الرجال وعلم الأصول تنقض عملية الاجتهاد تنقض الطريقة التي يستنبط بها الطوسيون الأحكام الشرعية هذه الآية ناقضة لكل الحوزة الطوسية من أولها إلى آخرها إذا كان عندكم من إنصاف يا أصحاب العمائم أنا أتحدث مع الشباب ومع الصغار منهم الأباعر الكبار لا شأن لي بهم أتحدث معكم أنتم دققوا النظر في كتاب الله لا شأن لكم بي إنني ما حدثتكم بحديث من عندي أو من بيت خالتي ولا جئتكم حتى برواية من كتب أحاديثنا آية في القرآن موجودة في سورة الحجرات عودوا إليها وتدبروا فيها وانظروا أن الكلام الذي قلته ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها وطبقوا ذلك على حياتكم الدراسية وعلى المنهج الحوزوي الذي تدرسونه ابحثوا عن الحقيقة هذا منهج الحوزة عند الله هذا منهج الاستنباط عند الله أما هذا الذي أنتم تدرسونه هذا منهج الشيطان هذا منهج سقيفة بني طوسي الذي هو نسخة مأخوذة وبتقليد بائس سخيف عن منهج سقيفة بني ساعد أعتقد أن الصورة صارت واضحة المكون الأول من مكونات علم الأصول ما يأخذونه من القرآن وأنتم وقفتم وقوفا واضحا على حقائق القرآن وكيف يتكلم القرآن عن نفسه وكيف يريد منا أن نتعامل معه وهو موقف مناقض بدرجة مئة بالمئة من موقف علماء أصول الفقه حينما يتعاملون مع القرآن وأما علم الرجال فصار واضحا صار واضحا لديكم هذا علم أسقطه الله في قرآنه الكريم نذهب إلى فاصل المكون الثالث ما اصطلحت عليه مصطلح الفاعل العقلي النشاط العقلي لعلماء أصول الفقه نشاطهم العقلي في أغلبه نشاط ظني بمستوى الظن لكنهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على غيرهم من أن الظن هذا جعله الشارع بجعل خاص أن يكون حجة على الناس أن يكون حجة على الأصوليين وأتباعهم هذه المهزلة مهزلة واضحة نحن نقرأ في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الزمر مما جاء فيها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لا يمكن أن يكون هناك تساوي بين الذين يعلمون وبين الذين لا يعلمون هذه الآية بحسب تفسير العطرة هي فيهم في محمد وآل محمد الذين يعلمون هم محمد وآل محمد قل هل يستوي الذين يعلمون إنهم محمد وآل محمد والذين لا يعلمون من الأعراب وغيرهم من الصحابة من المراجع الذين هم على المذهب الطوسي القذر قل هل يستوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكنني أقف عند الآية في معناها العام لأنني أتحدث هنا عن الجانب العقلي في علم أصول الفقه مثل ما قلت لكم نشاطهم الأعم الأغلب يسيطر عليها الظن ظنون ولذا نتائج الأحكام عندهم كما هم يقولون يمكن أن توافق الواقع المعصومي ويمكن أن لا توافقه ومر الحديث علينا في الحلقتين المتقدمتين عن معنى الحكم الواقعي وعن معنى الحكم الظاهري لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إذا ما ذهبنا إلى سورة يونس وإلى الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة وقد قرأتها عليكم في الحلقة المتقدمة إنما أشير إليها للتذكير فقط وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظن الآية التي مرت علينا قبل قليل وهي التاسعة بعد البسملة من سورة الزمار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين لا يعلمون هم الذين يعملون بالظن وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الآية لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الآية واضحة وصريحة جدا وما ومال لهم complicated وما يتبعون إلا الظن هناك علم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يعلمون يسيرون في الطريق الصحيح والذين لا يعلمون وهم الذين يعملون بالظنون يسيرون في الطريق الخاطئ لكنهم يضحكون على أنفسهم بأن الظنون هذه جعل الله لها حجية فصنعوا دينا بديلا صنعوا دينا مزيفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نذهب إلى سورة الإسراء وإلى الآية السادسة والثلاثين من سورة الإسراء إنها السادسة والثلاثون بعد البسملة ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف لا تتبع ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت محاسب هذه الظنون لا يجوز لك أن تعمل بها في دين الله ولا تقف ما ليس لك به علم عليك أن تأخذ دينك على أساس علمي لا على أساس الظنون لا على أساس ترهات علماء سقيفة بن ساعد وترهات علماء سقيفة بن طوس ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإلى سورة الأنعام وإلى سورة الأنعام وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة فمن أظلموا دققوا معي في هذه الآية فمن أظلموا ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الذي يرسم دينا للناس من دون أن يكون مستندا إلى علم القرآن المفسري بتفسيرهم وإلى علم الحديث حديثهم حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم فهذا هكذا يتحدث عنه القرآن فمن أظلموا من هنا فإن إمامنا الصادقة حينما تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أظلموا منهم ولذا فإن الآية تتحدث عن نفس المضمون فمن أظلموا ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء الظالمون لا تتوقعوا أنهم في يوم من الأيام يهتدون لا تتوقعوا ذلك هؤلاء من أشد الذين ظلموا محمدا وآل محمد أتحدث عن المراجع الطوسيين عن مراجع النجف وكربلاء وسأحدثكم عن ظلمهم لمحمد وآل محمد في الحلقات القادمة ستقفون على هذا بأنفسكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إمامنا الصادق هكذا قال لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبيرة زمان الغيبة الطويلة يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى هذا البعض ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو مضمون الآية نفسها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن سورة الأنعام إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والستين بعد المئة بعد البسملة في سياق قصة بني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف ورث الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه إنهم يجعلون الدين وسيلة لصيد الدنيا وهذا بالضبط ما يفعله رجال الدين في كل الأديان وإن من أمهر الذين يفعلون هذا الفعل مراجع النجف وكربلاء ينصبون الدين كمينا لاصطياد الدنيا هذا هو برنامجهم منذ أن أسس الطوسي اللعين حوزته المشؤومة في النجف وأسس مذهبه النجس القذر فخلف من بعدهم خلف ورث الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ إنهم نبذوا ميثاق الكتاب مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة الخائنين الذين نقضوا العهود والمواثيق ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحاق؟ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ هذه الآية كأنها تتحدث عن أيامنا هذه وإلى سورة يونس إلى الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ من أين جئتم بهذه الفتاوى والأحكام الظنية؟ من أين أفتع الخوء مثلاً؟ بأن يعبث الرجال بعورات الرجال لللعب والله وأن تعبث النساء بعورات النساء لللعب والله ومن أين أفتع محمد صادق الروحاني بأنه يجوز للمرأة للزوجة أن تلوط في زوجها لواطاً صناعياً؟ ومن أين أفتع السيستاني بجواز التلقيح الصناعي وصناعة أبناء الزنا؟ ومن 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 أين أجمعت كلمتهم هؤلاء الثولان على جواز تفخيذ الرضيعة؟ وأن يتمتع الرجل بالرضيعة إذا كان قد تزوجها؟ من أين جاءوا بهذا الهراء؟ وبهذا الخراء؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَأَلَّهُ أَثِنَ لَكُمْ؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؟ ماذا نقرأ في الآية الرابعة من سورة الأحقاف؟ إنها الآية الرابعة بعد البسملة قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَرُونِي مَذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أثارة من علم بقية من علم شيء من العلم لأن ضلال الناس يأتي من الظنون ويأتي من الأهواء ومرت علينا الآيات القرآنية الوفيرة التي جعلت الأهواء في قبال العلم في حلقة يوم أمس وأنا أحدثكم عن حقيقة الاتباع في الكتاب الكريم فهل أن علماء الأصول اتبعوا منهج الله؟ لم يتبعوا منهج الله إنهم يبنون على الظنون في كل ما يقولون به وفي كل ما يفتون به فغاية الأحكام عندهم إما هي واقعية لأنها تستند إلى الأمارات وليس عندهم من علم هل تأتي مطابقة للواقع المعصومي أو لا؟ أو هي ظاهرية تستند إلى الأصول العملية؟ وهذه ظاهرية هم متأكدون من أنها لا تطابق الواقع المعصومي وحتى إذا أرادت أن تطابقه ففي حالات نادرة فأين دين الله؟ أين أحكام الله؟ والقرآن كله يقول لنا عليكم أن تعملوا بالعلم عليكم أن تجعلوا دينكم ديناً علمياً لا أن تأخذوا دينكم من الأهواء ومن الظنون ولذا إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المائتين بعد البسملة إنها أطول آية في كتاب الله آية كتابة الدين التي أولها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذه آية الدين في آخرها في آخر الآية واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علي الله يعلمكم إذا ما سرتم على الطريق الصحيح حقيقة التقوى الوفاء ببيعة الغدير حقيقة التقوى هي هذه لأن التقوى هي الوقاية من النار الوقاية من الكفر الوقاية من النار والوقاية من الكفر هذه المعاني لا تتحقق إلا بالالتزام والتمسك ببيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نحن نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى آخر الآية هذا تعليم لكلاب الصيد بتعليم من الله إذا كانت كلاب الصيد لابد أن تعلم بتعليم من الله لماذا علماء الأصول يتعلمون من الشيطان كلاب الصيد أفضل من علماء الأصول قطعان كلاب الصيد تعلم بتعليم من الله بصريح القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أما علماء أصول الفقه يتعلمون مما علمهم الشيطان الله هو الذي يقول لنا واتقوا الله ويعلمكم الله إذا كان الله يعلم الكلاب ألا يعلمنا لماذا نعرض عن الله علينا أن نتوجه إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه إمام زماننا وصلنا إلى النهاية لأن الحلقة صارت طويلة كان في نية أن أستمر في البيانات لكنني سأقرأ عليكم الحكم بعد كل هذه البيانات قد يقول قائل هناك مكون رابع أنت أعرضت عن وهو اللغة اللغة ترتبط بالقرآن بفهم القرآن وترتبط بالعلم لا بالظنون فهي داخلة في الآيات المتقدمة فإذا أردنا أن نتحدث عن اللغة وعن الألفاظ وعن دلائل الكلمات والصيغ والهيئات في اللغة التي يتكلم بها الدين في نصوص القرآن ونصوص الأحاديث المعصومية فلا بد أن يكون كلامنا علميا فنعود إلى موضوعة الفاعل العقلي ولا بد أن يكون كلامنا منسجما مع مقاييس البلاغة والفصاحة القرآنية فنعود إلى الآيات التي تحدثت عن القرآن وعن طريقة تعاملنا مع القرآن وبهذا حينما كان علم أصول الفقه مناقضا لمنهج القرآن في فهم القرآن وكان مناقضا للقرآن في مسألة علم الرجال لأن القرآن رفض علم الرجال جملة وتفصيلا وكان علم أصول الفقه مناقضا لمنهج الدين في القرآن وهو منهج العلم بينما علم أصول الفقه اعتمد منهج الظنون لكنه يضحك الأصوليون على أنفسهم من أن ظنونهم قد جعلها الشارع حجة فكل ما في علم الأصول يتناقض مع القرآن بالمطلق ومن هنا فإن حكم القرآن جاء في سورة المائدة في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآية دائما يستدل بها القطبيون والسياسيون على إقامة حكم في الأرض الآية إذا قرأناها فإنها تتحدث عن الأحكام الشرعية واستنباطها وتفاصيلها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآية تتحدث عن استنباط الأحكام الشرعية وعن أن مصادر الدين من العلم الديني وليس من الظنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والحكم هو هو في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الآية أيضا بصدد بيان الأحكام الشرعية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر ما جاء في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الآية السابعة والأربعين بعد البسملة أيضا من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكلام هو في السياق نفسه في الرجوع إلى الكتب الدينية السماوية وفي الرجوع إلى الذين يفقهون هذه الكتب وهم الأنبياء والأوصياء وفي الرجوع إلى موازين الكتب السماوية نفسها مثلما حدثنا القرآن عن نفسه فما يقوم به علماء أصول الفقه عند السقيفتين هذا هو حكمه وهذا هو حكمهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وصلنا إلى نهاية الحلقة وأعتذر عن الإطالة وأعتقد أن الحكم صار واضحا مثل ما قلت في عنوان هذه الحلقة محكمة القرآن تصدر حكمها النهائية القطعية غير المستأنفي على ما يسمى بعلم أصول الفقه بالكفر والبطلان هذه محكمة القرآن أعتقد أن المحكمة عقدت بإتقان وأعتقد أن الحكم جاء واضحا ببيان وتبيان ترجمة نانسي قنقر